السؤال بعد كده بيقول السلام عليكم ما حكم ترك الصلاة أثناء غياب العقل مرض اسمه في سام زهاني حسب وصف وتسمية الأطباء للمرض بعد رجوع العقل على تؤدى الصلاة أم لا حكم آخر خلينا نقول ببساطة خالص إن الشخص اللي بيكون عنده هذا المرض بنشوف إيه الأثار بتاعت المرض ده لأن المرض ده في الغالب ساعات قد يرتبط بضلالات وقد يرتبط المرض ده بنوع من أنواع فقد الإرادة فمش نقدر نقول إنه فقد الإرادة أو فقدهاش غير لما نشوف اللي هو فيه لكن في الغالب لما بيطلق الصلاة من الأثار الموجودة لهذا المرض وخاصة بسبب ضلالاته الإنسان بيعزف عن النظافة وممكن عزفه عن النظافة ده خليه أدي في بعض الأحيين إلى أنه ما يصليش في بعض دي بعض الأثار الموجودة في هذا المرض طيب هو أن أعمل إيه حديث رسول الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة ومستكروه عليه طيب صاحب المرض النفسي مكره فهو لا يسمع عليه يعني لما ترك الصلاة لو كانت تحت تأثير المرض ده بيتيجي هبات وتيجي موجات كده لو كانت تحت تأثير المرض ده وترك الصلاة بسبب هذا المرض يبقى خلاص لا يسمع عليه يبقى أول حاجة هو لا يسمع عليه ولذلك رسول الله يقول رفع القرم عن ثلاث عن النائم حتى يستيقظ والصبي حتى ياب والثالث والمريض حتى يفيق والمجنون حتى يفيق يعني إيه يعني لا إسم عليه لكن النائم هو هو نائم والنوم أحد الأشكال اللي بترتبط كمان معه حتى لما بيسكلوها في نواقض رضو ويقربوها جدا من مسألة زباة العقل فهو يعمل إيه لما يعود هو ما كان ما زال حيا فزال عقله زال عقله فأصبح مش مخاطب ولا أصبح عنده عارض للخطاب أصبح عنده عارض لأنه بيفيق مش هو بيفيق يبقى في الوقت اللي هو بيفيق منه ده هو يعيد الراجح أنه يعيد الصلاوات التي عليه بالطريقة الخفيفة السهلة أن يصلي مع كل صلاة صلاة بطريقة يسيرة سهلة بحيث أنه ما توصلوش إلى حد أنه هو يبقى في مهلكة لا إيه اللي يحصل يجوز أنه يصلي مع كل صلاة صلاة عندما يعود إلى حالة اتزاني ويخرج من حالة المرض وهل ده فعلا بيحصل كده طب إيه أنت ليه ما قلتش أنه أسم إذا كان هو مكلف إذا كان هو يعني موجه إلى الخطاب قلت مش أنه أنه لا يأسم لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم فرفع القلم تعني أنه لا إسم عليه ولأن المرض النفسي أحد المكرهات يعني المرض النفسي عندما يصل في بعض الأمور وإحنا قلنا لأن الفصام ليه أحوال كتيرة جدا جدا ومن أحواله أنه زي ما قلت زي ما قلت حدادكم في بعض الأحيين الشخص بيعزف عزوفا تاما عن النظافة فهو إذا كان يروح يتوضأ فهو أصلا عزف عن النظافة فما يصليش فإذن يكون عليه أنه يقضي ما فاته من الصلوات وإن شاء الله هو لا إثم عليه وندعو الله سبحانه وتعالى له أن يشفيه وأن يجمع لهما ينام تمام الأجر والعافية يا رب العالمين